الحبت الكرامة سيدات وسادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من الفضاء الشادية من الجمعنا نحييكم ونقدم لحضرتكم النشر الإخباري العربية والتي أبدأها بقراءة هذه القرارات التي وقع عليها رئيس الوزراء بايمي باتكا ألبيرا قرار رقم سفر تسعمية واحد وعشرين باقتراح من وزير التعليم العلي والبحث العلمي والابتكار المدى الأولى منحة السيد شواه الشيمي درجة أستاذ محاضر في الطب البشري تخصص جراحة عامة المدى الثانية لوزير التعليم العلي والبحث والابتكار ووزير وظيفة العامة والتشغيل والحوار الاجتماعي كل حسب اختصاصي تطبيق هذا القرار الذي يدخل حيث التنفيذ ابتداء من الخامس عشر من نوفمبر الفين وستة عشر يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أن جمعنا ثمان وعشرين من فبراير الفين وسبعة عشر توقيب بايمي باتكا ألبيرا قرار رقم سفر تسعمية اثنين وعشرين باقتراح من وزير التعليم العلي والبحث العلمي والابتكار يصدر بما يلي المدى الأولى عينة سيد منجانجال كبرو أستاذ محاضر في الطب البشري تخصص تخضير وإنعاش المدى الثانية على وزير التعليم العلي والبحث والابتكار ووزير وظيفة العامة والتشغيل والحوار الاجتماعي كل حسب اختصاصه تطبيق هذا القرار الذي يدخل حيث التنفيذ ابتداء من الفين واثناشر يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية في الثمين والعشرين من فبراير الفين وسبع عشر توقيب بيمي باتكي البهر قرار رقم سفر تسعمية تلاتة وعشرين باقتراح الموزير التعليم العلي والبحث العلمي والابتكار يصدر بما يلي المدى الأولى سجل السيد عبدالسلام تجاني في قائمة المؤهلين لمنصب أستاذ محاضر للدورة سبعة وثلاثين للكميسة وقد منح درجة أستاذ محاضر في العلوم الطبيعية تخصص أحياء دقيقة والأمن الغذائي كتأ المدى الثانية على وزير التعليم العلي والبحث والابتكار ووزير وظيفة العامة والتشغيل والحوار الاجتماعي كل حسب اختصاصه تطبيق هذا القرار الذي يدخل حيث تنفيذ ابتداء من 24 يوليو 2015 يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية حرية فين جميلة في 28 فبراير 2017 توقيع بايمي باتاكي البير